السلام عليكم البنات ومرحبا بكم معي في فيديو جديد نتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير قبل ما نبدأ الفيديو البنات بغيت نعتذر من بزاف دي الاخوات اللي صرفتوا لي بعض التعاليق في هاد اليومين هادو اللي دازوه وماقدرش انا نجاوب اليوم لان بكل صراحة طح لي التليفون من وسط التصوير وتهرس مشكلون في شورا كلها يعني ذاك شي كامل اللي كان عندي في التليفون كله مشا ماشي مشكل ربي يعوض ان شاء الله ودبرة كان نخدم غيب التليفون ديال الزوج ديالي ان شاء الله غير سيستر شوية الامور ناخد التليفون وانا غنحاول نرجع لتعاليق كلها القديمة وغنجاوب على البنات كاملين على التساؤلات ديالهم مهم كان عاود نعتذر لكم مرة اخرى بالنسبة للفيديو ديال يوم البنات فانا جيت نشارك معاكم واحد المشروع مربح من قلب البيت وبدون الرأس مال يعني تخدمي بلك شي اللي متوفر عندك يكفي انه يكون عندك فقط دقيق البيض والزيس والسكر والخمائر بالنسبة لهذا المشروع هدا فهو كيكات ديال المحلبات يعني هاد الكيكات اللي غنشارك معاكم هالبنات خاصة فقط بالمحلبات يعني ماشي ديال البيعين ديال الكليان هذا يعني كيبقى فقط ديال المحلبات كتشوفوا هكذا اقرب محلبة او لا اقرب بشي ملحانة يكفي انكم تفاهموا معاه وتحطوا عنده هكذا الكيكات ديالكم وان شاء الله تخدموا على رأسكم وغير بغير يسر لكم في الامور ديالكم مهم انا غنبدا معاكم هنا يا بالنسبة للمقادير هنا غننخدم معاكم من خاليط واحد غنخرجو اربعة ديال الانواع ديال الكيك غنحتاج هنا يا البنات عشرات ديال البيضات يكون الحجم ديالهم كبير شوية يعني ماشي دوك الكبار بزاف وماشي صغيرين يكونوا متوسطين ربنات هنا ايا خمسمائتي غرام ديال اسوكر حبيبات نحتاج 800 ملل زيت النباتية اي مايو عادي الاربعات الكيسان العنبة البنات اللي عنده ملكاس دي العنبة تقبره اربعات الكيسان يعني هنا عندي 800 ملل نحتاج ايضا نصف لتر الماء عادي يعني خدوا الماء مروبيني عادي مش بارد و مش سخون مهم خدوا الماء مروبيني نحتاج تقريبا نصف ملعقة صغيرة دي الملح نحتاج هنا يا البنات اكياس دي السكر بنكهة الفانيليا وغا نحتاج سبعات الاكياس دي الخاميره كيماوية انا هنا عندي غيث ستاد الاكياس دي الخاميره لانا ملقيتش وحده وعندي غيث لتاد الاكياس دي الفانيليا انه هادشي اللي تلاقيت عندي بالنسبة لدقيقة البنات غا نحتاج 850 قرام دي الدقيق الابيض ضروري من الميزان البنات اما توزنوا اما تديروا جوج دي الزلايف يكونوا عامرين وكتديروا نصف زلافة يعني زلافة الكبيرة اللي كتوزن 300 قرام ديال الدقيق بالنسبة لطريقة كيف ماشتوا معايا اخذت دقيق البيض هرست في واحد يكون شوية كبير ضفت عليه دوك الاكياس ديال السكر انا هنا كان متوفر عندي غيث ثلاثة نفس الشي بالنسبة للخاميره كانوا متوفرين عندي غيث ستا لكنتوما خدموا بسبعة ديال الاكياس ديال خاميره كيموية من فئة تمانية قرام الى درتو ديال سبعة قرام غا تديروا تمانية ديال الاكياس هنا كيف ماشوا معايا خلط البيض مزيان بعد ما ضفت له السكار والملح والفاني حتى يبدأ يطلع واحد شوية من بعد ما تشوفوا بانا دك البيض بدأ كي يتغير اللون دياله بدأ كي يطلع شوية الحجم دياله هنا يا من الاحسن ابنت تخدموا بالبات يعني الى ما كانش عندكم تقدروا تخدموا غيب الخلط اليداوي لكن من الاحسن كي يعاون شوية من كي تكون الكيميه كبيرة كان بقى نضيف البنات كان بقى نضيف الزيت ضفت شوية بشوية وانا في نفس الوقت كان نخلط بسرعي كتكون مرتفع يعني مش سرعي نقصة حتى كان لدي ذلك الكيميه لعندي كل ديال الزيت من بعد كان نضيف عوضاء الكيميه الاخرى وللما حتى نضيفها شوية بشوية وفي نفس الوقت انا كان نخلط يعني ما تحبسوش من التحرك صافي من بعد ما خلطت كان ضيف الدقيق على ثلاثة ديال الدفوعات يعني ما تضيفوش دفعة واحدة من الاحسن تديرو على ثلاثة ديال الدفعات دقيقة لبناتنا هنا ما كنتش غربلتو من قبل هنا عاد غادي نغربلو وانتو مارا غا تغربلوه من قبل ولا كيف مادرت انا تقدرو تديرو سوف هنا كان بقى نضيف دقيقة شوية بشوية انا كان نخلط كانت بقى لي واحد الكيمياء في الاخر تقريبا واحد كاس او لكا صونس في التالي عاد كان نضيف معاهم دوك الاكياس ديال الخاميره كيماوية انا هداك الشي اللي تلاقيت عندي اه داك الشي عليش خد نضيف ستة ديال الاكياس وكان نضيفهم في الاخر مع الدقيق كان نغربل كل شي وكان بداها كده كان نخلط حتى كينسى جملي الخليط ديالي ديال هاد الكيكات هادو وكيف مشتو كيكون هدا هو القوام ديال الخليط ديال الكيكات هنا يا لبنات ما خلطتو شفتو معايا لبنات كيف اش كتكون يعني كتكون شوية تقيلة ما كيكونش خفيفة بزاف وما كيكون عودة تقيل بزاف كان اخد انا ها مر ساجد شي حس بشكل وكان فرق فهم هادل الخليط اللي عندي ديال الكيكات لانان انا هنا غانخرج به ربعات لاشكال ديال الكيك كيف مشمعايا ممكن انقسم علي حسب الحجم ديال الكيك مول العجي بغا تكون شوية كبيرةدة كميةك MuyQ ديةال العجين هنا بالنسبة للنكهة هاذه الكيكة ديال المول العجي بماناني نضياها الكريمه ديال الحامض فانا عديني انا هنا بشوية ديال الروح ديال الحامض كيف ماشو معي اخذت الروح ديال الحامض درتغي واحد راس المعيل قاد ضفتها الخاليط ديالي وغادينا وضعتها كف في الخاليط وبديتك نحرك هنا اخذت المون العجيب اللي يعني اراه متوفر دابه في الاسواق بكثرة هذا تقريبا القياس ديال القطر دياله 32 سنتيمتر رشيته بشوية ديال دهنته بالزيت ورشيته بالدقيق وضعت فيه الخاليط ديالي وخليته علاجا بالنسبة للكيكا التانية غادي ندير فيها لبنات الفواكي المعسلة اخذت هنا غادي واحد المعيل قادية الفواكي المعسلة ليفخوي كون فيراكم عارفها اللي كتكون في البوات ضفت لها واحد المعيل قادية البقيق وبديت كان لبسها مزيان بزيان بدك البقيق باش ما تطليش دوك الفواكيه اللي تختي بقالي هكدك من منسجمها هكده مع الخاليط اللي عندي او لا تبقى هكدك موزعة فوس الكيكا وكان ضيفها الخاليط ديال الكيكا وكان حرك مزيان مزيان ومبعد كان وضحها في المون اللي غادي نستعمل هاد المون البنات هدا القطر دياله هو 22 سنتيم ي挑رر زيان بزيان بزيان وكان وانضرب قاطع الوضل بضعة لنقل مزيان للكيكا الطce اللي تogerد ل vani غادي نحضم خل observe خلص هاد أسةатов لفية كاو بيل او للكاكا و 끝�ه there's a paar Deaths اضفت المهلقة صغيرة لخليطة ونحرك مزيان مزيان ونوضع الكيكة في وسط الخليطة تقريبا القطر 21-28 سنتيمتر ونضخل الكيكة فران على درجة حرارة 180 أولى نار مهيلة ترجع الفيديو نترك لكم الرابط في صندوق الوصف من الفوق تقريبا يأخذوا مدة 35 دقيقة ومن بعد هبطهم لتحت ويتذهبوا اخر كمية لتبقات العجين نضيف لها شوية الروح الكرامل فقط نضيف للمول الصغير المول العجيب المول العجيب هذه البنات القطر تقريبا 11 سنتيمتر يعني هذه المول صغيرين كي يكونوا المتوسطين ما بين الكبر والصغير نعمرهم بالخالة لدي الكيكة تقريبا نضيفهم محزوج معالق الخالة لدي الكيكة ونضيفهم من الفران يطيبون من الفوق تقريبا 1-4 ساعة ونهبطهم لتحت 5 دقائق على ما يدهبوا ويأخذوا واحد اللوين شوية محمر ونخرجهم سوف نضيف هذه الكيكة للفران حتى يطيبوا ونرجع معكم هنا البنات مبعد ما طابوا الكيكة ولي كامية كيف يمشون معي كي يأخذوا هذا اللوين وبصراحة ان الكيكة يأخذوا زوينين وكي يأخذوا هشاشين وصراحة يأخذوا بنانوخة بلا حليب بلا ياغورت غيب المارة يأخذوا ولا أروع بالنسبة للكيكة كيف يأخذوا معي كي يكون هذا اللوين طيبتهم كاملين يعني طيبت اللوين الكبار وخليتها صغيرين حتى لتلي وكيف يأخذوا 20 دقيقة في المجموع اما بالنسبة للكيكة اللوين يأخذوا حتى ال 45 دقيقة 35 دقيقة حتى ال 40 دقيقة من الفوق وكاتبتوهم من تحت يتحملوا تقريبا يأخذوا 1-5 دقيقة او 7 دقيقة هنا بالنسبة للكيكة الكريمة اللي غنضيرها في المول العاجيب غنحتاج فيها معلقة كبيرة ديال السكر حبيبات معلقة صغيرة ديال النشاء وغنضير فيها نصف ملعقة صغيرة هذا الفلو هذا العادي مافيه لنكه وغنحتاج كبير الحليب هنا 250 مليلي لتر يعني 4 لتر وغنحتاج هنا رسم علقة للروح لنكه باش تعطيني لنكه وعلى اللون كما تقريبا مهمة وغنضروا فوق النار حتى يصل درجة الغلايين مع التحريك المستمر وغنضيف عليها هنا شوية للروح الحامض لتعطيني شوية لنكه وفي نفس الوقت تعطيني اللون هنا البنت كيف نحرك حتى تحصل على هذا الوين هذا كان خوية مباشرة على الكيكة اللي مباشرة على الكيكة اللي مباشرة تحضر الكريمة بالنسبةل الكريمة اللي غنضرها في الميني كيك ديال المولة عجيب غنضرها بالكريمة نحتاج نصف كاس ديال السكر حبيبات تقريبا تقريبا نحتاج كاس كبير ديال الحليب يعني ميتين وخمسة مليللتر مع القاس صغيرة ديال النشاء والروح ديال الكريم انا غنضر هاد السكر ديال فوق البطاء على نار اللي كتكون مهيلة حتى يتكرمل و كيرجع كيف مشتو معايا كيرجع كراميل ومن بعد عاد غادي نضيف عليه الحليب لكن قبل ما غنضيف الحليب كامل غنخلي واحد جوج معالق كبار ديال الحليب في الكاس باش غنضيف عليهم مع القا ديال النشاء مشتو معايا البنات هنا مبعد ما كيرجع داك الكراميل ديال السائل كنضيف عليه الحليب لكن ما كتضيفوش كامل خليوا واحد الكيمياء قليلة باش تضيفوها معايا صغيرة ديال النشاء وتحركوها مزيان و كتضيفوها للخالط في الاخر كنبقى كنحرك نحرك نحرك لبنات حتى كيتلقلي داك الكراميل يعني في الولا بحلة كي يعقادو كي يجمع راسو لكن فش كتبقوا تحركوا داك السكر كله كيدوب و داك الكراميل كيدوب و كي نسجم مع داك الخالط ضفت اخر حاجة كيف يمشون مع يدك الكيمياء ديال الحليب اللي تبقاتلي مع النشاء راها متصور لشي اللي بنت فاش كتنضيف النشاء للحليب و كنبقى نحرك نحرك حتى كنتحصل على كريمة اللي كتكون عاقة و بعد كنضيف لها واحدا راسو معلقة ديال الروح ديال الكراميل باش نزيد نعزز لها النوكها ديال الكراميل و كنعمر بها هاد الي ميني كيك ديالي بهاد الكريمة ديال الكراميل كرامل يدوره رائعه و لا في المداق و اجيب منيه بثاف مع الكيكا في الكرامل و مستمره و اضيفه و بناء اضيفه بسيط اضيفه و اضيفه القهوة تجربة الكريمة اما بالنسبة لبنات لديك كيكات اللي تبقاولي هذو غدي ندهنهم فقط بالنباج هذي الكيكة اللي كتجي يعني في هذيك تقيبة في الغسط والكيكة الخراكة ندهنهم فقط بالنباج و نرش عليهم وحده غنرش عليها كوكا و كونكاسي او لكوكا و مهرمش وحده غنرش عليها الكوك فقط كان هذا هو الزيين اللي اختاريت لهذه الكيكات هذو ان البنات مليكة تكون يدفع المحلابة يعني كيكون واحد الزيين اللي هو ساهل و بسط و في نفس الوقت كيكون رخيص يعني ما يكلفش لان المحلابة غد تاخد عليك بواحد الثمن اللي هو رخيص بزاف داكش علاش ضروري ما تديروت الزيين اللي هو ساهل و بسط كان هذا هو الشكل النهائي دي الكيكات ديولية من بعد ما كملتهم وضعتهم هكذا في فليب وات بنسبة لبنات لهذه الكيكة هذي ديال المول العاجيب انا من بعد زينتها كده بواحد داكش طريفة ديال الحامض و رشيت عليها شوية ديال شوكولات غولي في الابيض المهم كانوا دوم الاشكال نيائية كيف مشتو معي البنات الكيكة اللي جات سامبل اللي رشيت عليها الكوك هذي قطعتها لانا سيدا اللي كندفع لها انا هاد شي كتطلب مني انا ننقطحها على ثمينية باش حتى لو بغاد تبيحها مرصوات تقدر تبيحها هكذا مرصويات الميني كيك ديال المول العجيب كيف مشتو معي كيكون هدوش شكل ديالهم انتوما البنات كيف ما كتشوفوا معي كيف يجي هذ الكيكة كيجي وخفافين ومفشفين من الداخل صدقوني راه تشي واحد ما غايتي يقوي انهم مخدمين غير بالماء فقط نفس الشي ايضا بالنسبة لها الكيكة ديال المول العجيب بحتيارة تجي رائعة وفي غاموك تجي لديدة وبنينة بزاف وحتى هي تجي خفيفة على واحد الدرجة ما تصوروهاش تزيين اللي اختارت لها كيف مشتو معي بسيط جدا هاد الكيكة هذي انا ما كان قطعهاش تقدر هي الا بغاد تبيحها مرصوية تقدر تقطحها لكن انا ما كان قطعهاش بالنسبة ايضا لها الكيكة هذي اختاية ما كان قطعهاش كان بيحها هكذا لانك تكون تمن ديالها رخيص بزاف تقدروا اللي بغادها تقطحها وتبيحها بالمورصوية تقدر تبيحها رحتي ايضا كتخرج كمية كبيرة بالنسبة لبناء التمن اللي غانشارك معاكم انا دبه هو غانشارك معاكم التمن اللي غادددفعوا به المول المحلبة او لمولات المحلبة او مولات المحلبة ذاكشي على حساب انتو مو معم كتتعامله لانه هما ضروري مخصوم يدي واحد الباركة في هاد الكيكة هادو بالنسبة لهاد الكيكة ديال المول العاجب انا خرجتها لها 30 درهم هي غادت بيحها ب 35 درهم اما بالنسبة لهاد الكيكة اللي زينتهم فقط بالكوكاو والكوك هادو كنخرجهم ب 15 درهم 15 درهم للوحدة بالنسبة لهاد الميني كيك انا كنخرجهم ليها ب 3 درهم وهي كتخرجهم ب 4 درهم للوحدة كيب قتمنه جد مناسب انتي غادتربحي لديهم يسر disturbance الدراء كلان باية الدراء 90 دراء تعجلون باية Giovane سوف تشاهدون اي مولات المحلابة او شيحان سوف تطلبوهم و تضعوا عندهم سلعة لكم و تدروا معهم بإنما سوف يديوا معكم واحدة الباركة و اكيد سوف يقبل ضروري ما يقبلوا و هكذا البنات سوف تخدموا على رأسكم من قلب داركم بدون مجهود و بدون تعب بلا رسما اللي هو صحيح لانك لا تعرفوا الحلواء او لذلك الشيديه اللي باتيسخيها يبغي الرأس المال يكون كبير اما بالنسبة لهذا المشروع ديالك كيف يبقر مشروع بدون رأس المال يعني ذك يلا اشياء اللي بسيطة اي حاجة متوفرة عندك في الدارة ستبدي تخدمي بيعني ما تحتاجش تمشي تقدي وتشري السلعة عدو تجي تخدمي نتمنى اني نكون فدكم ولا و غير شوية و ما تنسوش تدعموني بلايك ديالكم و ما تنسوش الاشتراك والبارتاج مع الاهل و الاصديقاء و نخليكم دباء الى اللقاء اشتركوا في القناة